لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعيزن هو وسيلة وعيزن هي عزم لنا دفاق بالنسبة للمحاضرة بساعة الفيديو برضو بعتذر لانا مرفعتهم شوالله هنمسجل المحاضرتين محاضرة خاصة بحل الأسئلة تمام ومحاضرة تانية خاصة بالcontrol structure خدنا overview كده على حاجة هنتكلم عليها النهاردة اسمها الconditional structure خدنا overview كبيرة كده حوالي 50 دقيقة عن الconditional structure بشكل خاص والcontrol structure بشكل عامي أنا شايف معلش برضو بالنسبة لردود الواجب هو أنا كنت برد وفينا مهندسين معنا برضو كانوا بيردوا على بعض الواجبات فمعلش في ناس لحد الوقت ما ردتش عليهم أنا والله بسبب بس عندي ضغط الفترة اللي فاتت ديت في ايه اعتذر ليكم وانا عزفوا ان شاء الله هتابع كل الواجبات الأجيمة والبديدة وهبدأ قدي كونتس عليها زي ما كنا بنعمل مع بعض في برضو ما شاء الله يعني من بعض الملحوظات يعني اللي شفناها من بعض الشباب اللي فيه ما شاء الله ناس بتكتب كود بتراية كويسة جداً وكنت حابب يعني كنت ببلاقهم في السعالة قول لهم ان انا عاوز ابعتلكم ايه يعني تسكى اقوى شوية يعني اللي مستعد واللي عاوز يعني تسكى اقوى ايه يبقى يكتب لنا كده واحد يعني شكراً شكراً جدا كله دول عاوزين واجباتي يعني اقوى شوية طيب ماشي الله المستعانى يعني في بقى حاجة تانية مهمة يعني هو بالنسبة للمعيد بالنسبة للمعيد مجموعة رقمية قصدق لا مقصدش مجموعة رقمية خالص هساهمكم دلوقتي يعني بس خلينا نمشي نقطة نقطة يعني دلوقتي يا جماعة ايه عاوزين عاوزين نتفق على بعض الحاجات كده عشان نسبتها ورما رائيكم في يوم الجمعة ناخد فيه الوقت اللي انت عاوزينه ومجموعة ده مثلا ايه ندي فيه مثلا يوم الجمعة ده مثلا ندي فيه يوم الجمعة يوم الجمعة الصبح السباح بالليل العشاء اللي انت عاوزينه كل يلى فاتها نزله material كل موجود ان شاء الله السادزه يا رومان اه رومان حبيبي أبواب نعم كويس يعني خلاص دعم الفني مين؟ اللي معانا دعم الفني هنا بس الأول؟ اختار الوقت لا لا الوقت تحتين شاء الله مع بعض دعم الفني أستاذة فاطمة تكتبهش الواجبات أستاذة فاطمة كتبت مرة وخلاصة روماني حبيب ماشي أستاذة روماني ماشي شرفتنا أول محاضرة لك صح؟ أول محاضرة لك صح؟ حسنا الفيديوهات كويس جدا أستاذ عماد حطت القناة بتاعت اليوتيوب هتلاقي الفيديوهات محطوطة كاملة ياريت تتابعها ومتبعتلي التسكات اللي أنا كنت طالبها في آخر الفيديوهات عشان نديك عضوية عشان لو فيش هذا إن شاء الله رب العالمين يبقى إيه؟ يبقى إن شاء الله رب العالمين لو أنت جارت على التسكات تبقى إيه؟ هتخذها إن شاء الله معنا ماشي باش تبقى إلا 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 أستاذ فاطمة معالش سنعمل إيه؟ هنعمل 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 فيويتنج دلوقتي هنعمل فيويتنج اللي موافق على معاد يوم الجمعة الساعة 9 نسبته ياريت إيه؟ جميل جدا أستاذ عماد والله جميل جدا أنا أول مرة أحضر أدم؟ لا و ام completa انا لم اريد مشكلة بالنسبة للصبح لا يريد مشكلة بالنسبة للليل オ得 13 بالليل انا ليه مشكلة بالنسبة لي يوم الجمعة الساعة تسعة مسائم قصدي تسعة مسائم ده في الفوتنج سنضع المعيد التالي الجمعة تسعة مسائم أي يوم في الأسبوع الساعة 12 بالليل الساعة 12 بالليل الساعة 12 بالليل الساعة 12 بالليل بس كده أو معيد الصبح معيد الصبح للناس اللي حباين طيب خلاص يبقى هم المعادين دول أي يوم الساعة 12 بالليل أو الجمعة تسعة مسائم رباب ليه طيب لا على إيه لا على إيه بالظبط ماشي يا عمد ماشي خلاص يبقى قول لقا في الفوتنج يا عمد قول لقا في الفوتنج خلاص هنا أستاذ فاطمة عملت الفوتنج أنا عن نفسي مختار الجمعة تسعة مسائم سانكي أوبروط خلاص بقا اللي مش عاجبه يعني بس نتفق بس اللي مش عاجبه أي معاد يصوت لك تاني خلاص ماشي يا سيد اسلام أول مرة أحضر معاكم عبد الرحمن طيب عبد الرحمن إن شاء الله هاديك الإنكات بتاعت أنا بحب يكون الكورس يومين يومين يبقى 12 بالليل عاوزيني الأسبوع كله 12 بالليل ما عنديش مشكلة والله يعني نخلصه في أسبوع ونقعد ما فيش مشكلة الله يكلمك عبد الرحمن آه بتحسب الكورس يومين يعني الجمعة لا 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 عاوزيني كله طيب بص يا بص يا يعني أنت بتبعتلي بتبعتلي على البيتش بتسمع الفيديوهات اللي هي على التشانل بتاعتي وبتبعتلي رسالة خاصة على البيتش بحلوله التسكير تمام وبديك رقم عضوية بديك رقم عضوية عشان تتابع معنا طول الكورس بي خلاص خلاص خلي الفوت ده الآخر اللي آخر اللي بتاع دوت صرفات الله لحد اللي طيب يا مصر أنا مش فاهم الفولس ايه؟ مش فاهم الفولس أنا مش فاهم ايه انا مش فاهم ايه انا بتاع الكتابة وتروح فينا مش فاهم الفولس والأروبريتر معين اسمعت خمس فيديوهات المسجلة وبرضا ما فهمتش الابريتورس رابط الكورس على اليوتيوب نعم يوم سي اسبوع ما معنا تسكات تسكس 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 مهام يعني واجبات كده أوبريتور طيب خليني يا عماد كده دلوقتي خليني دلوقتي بس هتكلم في الحاجات اللي ايه؟ الأوبريتور اذا هتفهم يا عماد أو عيدة إن شاء الله رابط الكورس على اليوتيوب مع دروس الكنديشنل assignment اللي هتفهمها مع دروس الكنديشنل اللي احنا نشرحها هتفهم ايه؟ هتفهم هتفهم وظيفتها أول مرة اللي فايت بس احنا كنا وغدينها كده ايه؟ زي مثلا ايه؟ الكثيرو مثلا نظريات مثلا فكان اظن كان بيبقى فيه مشكلة عندك إن كنت تتفهم المشارطين خلاص تسع مسان وهنكتب على البيتج إن شاء الله رب العالمين اللي همي دلوقتي يعني أشوف الفيديوهات بس وأعمل القات وأخذ عضوية معاكم آه إن شاء الله رب العالمين ولو عندك اي مشكلة يعني ما تشيلش هم عندك مشكلة ببرنامج وعرفتش تعمله ابعت التسك اللي انت عرفت تحلها وما تقلعش هتاخد عضوية إن شاء الله رب العالميني خلاص الله مستعين الله يكرم طيب طيب وترجمت الأسئلة أما تشوف الفيديو اللي أنا حلل فيه التماليين هتعرف هتعرف اللي أنا ما بصتش أصلا على الترجمة أنا هنحاول أوضح كم حاجة دلوقتي مع بعض هنحاول نحل مثال قبل ما أدخل في الـ مع بعض واللي يكن اللي هو المثال الآن بتاع سيليسيس أفتح برد جديدة نحن سري يا جماعة هنوضح يا أستاذيس هنت خلاص سوفكم دلوقتي من إيه سوفكم دلوقتي من إيه سوفكم من التفاصيل بتاعت المواعيد خلاص هنتكلم في الآخر هنتكلم في الآخر بعد ما نشوف البوتينج وصل لايه في الآخر خلاص انا هقفل الشات كده ديه خلاص هقفل الشات كده ديه معلش لا الترجمة مش عاوزين نترجمه اصلا مش عاوزين نترجم خلاص هنشوف هنحل مع بعض المثال ده ازاي خلاص يلا يميل بيقول لي يعني بيقول لي ايه انا عاوزك تقرأ تقرأ ايه بقى سليسياس ديجري او احنا اما بنريد الانبوت يبقى اكيد عندك انبوت اسمه ايه اسمه سليسياس ديجري قيمته ايه قيمته دابل خلاص يعني انا هعمل متغير اسمه سليسياس ديجري القيمة بتاعته بابل من اين فرومزة كونسول اللي هي شاشة الكنسول بتاعتنا خلاص ليه بقى زين كونفرتس اتو فهرين هايت يعني انت عشان تحول هالي لفهرين هايت يبقى انا عرفت tech PERSON انى لأيته sílegentes endesه ديجري وبحاولها وبعد خلال جسم للائز تعرضه المقران بعد ما متحولها ايه Efron? مالك شخص مش بتاعتك هو بقى ازا أحول تحول كونفرت وانى تقرأها كونفرت اقل لك كونفرت المعادلة الخاصة بالconversion is as follows يعني إيه اللي هي التالية يعني الفيهرنهايد بيساوي الإكوشن دي ساوي 9 على 5 في السلاسية زاد 32. سب نعمل إيه؟ بنعمل شغلنا العادي جداً include iostream خلاص using name space std وبعد كده المين فونكشن بتاعتي وفي آخر المين فونكشن سوري بس آخر المين فونكشن إيه؟ return value بتاعت الإسماء 0 جميل جداً هو بس يا جماعة فيه منخوضة بس وأنا بكتب هنا بس أقولها في الآخر بكتب الاناليسيس بتاعتي قلنا أي بروبلم عندنا عشان نحلها لازم نحدد ال input بتاعتنا في ال programing يعني والprocessing اللي هتخرج لي في الآخر ايه؟ output خلاص الكلام ده خدنا بدا المرة مرتين طيب ال input بتاعتنا بيقولك write a program that reads بيقرأ إيه؟ اللي أنا بقرأ من اليوزر السليسيس خلاص بقى أنا عرفت كده لأنا عندي متغير اسمه سليسيس خلاص السليسيس إيه؟ السليسيس دي جري جميل جداً دي اللي أنا بقرأها من اليوزر طيب الprocessing بتاعتي اللي أنا عاوز أطلع نتيجة التحويل دي أدسبيلائي نتيجة التحويل دي يبقى أنا عاوز أطلع ايه؟ print ايه؟ ال output print ايه؟ نتيجة التحويل print الايه؟ اللي هي قيمة نتيجة التحويل اللي هي ايه؟ اللي هي قيمة الفيرنهايت يعني أنا عاوز أطلع لليوزر قيمة ايه؟ الفيرنهايت ثاني خلاص جميل جداً تعالوا بقى أول حاجة ندفين الفاريبل بتاعتنا ندفين الفارس عندنا ايه؟ عندنا متغير اسمه سليسيس القيمة بتاعته اللي بقراها من الشاشة double هو بيقول لكو write a program that reads a Slicious degree in a double value فهين الدبل بتاعتنا ايه؟ الدبل بتاعتنا اسمها المتغير اسمه سليسيس وعندي متغير تاني اسمه فيهرنهايت حلو قوي كده عملت المتغيرين بعد كده I read the input بالطريقة بتاعتنا العادية خالص I read the input I read the input I read the input إزاي؟ بقول لليوزر بطلع الورسالة بقول له من فضلك يا يوزر دخل لي السليسيس ديجري يا يوزر معلش insert ليع السليسيس ديجري بيدخلها فين؟ في السليسيس ديجري في المتغير اللي اسمه سليسيس جميعا ببدأ أعمل البروسيسينج بتاعتي البروسيسينج بتاعتي اللي أنا بحاول من سليسيس لإيه؟ لإيه؟ لفيرنهايت فبجيب الفيرنهايت كده وبقول له عشان أحاول بستخدم الـ المتغير اللي اسمه ليس هو اللي قال لي كده فباخدها أهو وبعمل كده باخد بس اسم السليسيس ده ببدله لو أنا عندي غلطة ولا حاجة عشان ما تطلعش إيرو عندك في الكود خلاص؟ جميل جدا دي البروسيسينج حلوة الاوتبوت بتاعتي الاوتبوت بتاعتي اللي هي إيه؟ اللي أنا بضع لليوزر قيمة إيه؟ قيمة التحويل أقول له نقفل دول نقفل دول أكبر بس معلش الشاشة شوية Equal A قيمة الفهرنهايت أكبر بس معلش تاني الشاشة سنع عشان إيه تظهر لكم في ساتر واحد سنعن سنع حلو اطبع لي إذا result of conversion from Celsius وفي النهاية دجري أرأيك ولي المتغير ده كده أنا عملت البرنامج ببساطة هل أنا بصيت لترجمة لأ يا جماعة أنا هنا الbest بتاعي data مش best knowledge فمش محتاج أعرف أنا عاوز إيه أصلا هو هنا بيقول لي بيقول لي انت ال data بتاعتك انت عاوز تقرأ من user data كذا وتحولها للكذا وعلشان تحول انت أصلا ما بتعملش حاجة هو هنا انت بيزدي data ليس بيزدي knowledge يعني الناس اللي درسوا artificial intelligence يعرفوا إيه اللي انت إزاي تبقى بيزدي إيه بيزدي knowledge يعني مش مرتبط بس يعني انت مش هدف فقط انت استعبل data وتحولها عشان تخرج لك برضو بdata بمعلومات بinformation بس خلاص انت مش محتاج غير اللي انت بتفهم يعني بتفهم يعني بتفهم عاوز منك بتقرأ إيه وبالهدف من البرنامج إيه وبالتطبقه هو بيجيك الفورميلة جاهزة يعني يعني الهدف اللي احنا مش بنخترع هو بيجينا فورميلة جاهزة بتقولك عشان تحوله استخدم الفورميلة داية المعادلة داية هي دي فكرة البرامج بدون ترجمة بدون اي حاجة مش عاوزين بس ايه يعني نخلل نخلل فكرتنا نخلل فكرتنا ضيقة قوي اللي هو مش عارف انجلش يبقى لا يعني مش عارف انجلش يعني مصطلحات انجلش يبقى خلاص الدنيا بالنسبة له لا هو انت ممكن ايه ممكن بس تفهم الغرض العام لو انت بتالي الكراءة بتاعتك بسيطة يعني هتفهم الغرض العام بالبرنامج وتبدأ ايه تستخدم الفورميلة والرولز اللي قالك عليها قالك هنا اقرارهュالي فانت ارجع وتقروط للقيمه بتاعته ago في وقريط وتقوم ارجع كما تتكبر قالك غريبتها لك بدون فرنهيم قالت له وزيلاك أسلبه لم اين части فرنهيم وسأحاول التي حصلت له لا تضرر إن كل حلص النتيجة التحويل أعلان تحويل من فرنهيم لسبب إستخدم هذاetten هنا وهذه القصة بتاعت البرامج لا اسمع الشرح للكم اوقف الخامس برامج او 6 برامج لا تريف clientsber ان شاهل empire شبك للك يأخذ عندي الرام كامل وأنا أرافع فيديوهات وهنا في المعهد نصروني لأنا أعمل لكم الفيديوهات HD ما كنت بعملها WMV كان الفيديوهات بالرندر فائقة يعني في أقل من الموقع دلوقتي تأخذ كم ساعة لكي تعمل لها render نفتح الحشيات كده ونشوف الناس عندها أي نوتس اللي فيهم المثال كده يدينا التمام هي يديه واحد كده نفتح الحشيات طيب جميل وبرضو لسه في ناس ما بتشتغلش معنا يعني الناس اللي لسه في ناس ما بتشتغلش ولا عارفين هم كويسين ولا وحشين ولا الكلام ده الناس اللي ما كتبتش فكتب خلاص وأنا ما عملتش حاجة يا أستاذ إعماد بص يا إعماد هنا بيقول لي إيه write a program that reads a 30 degree in a double value اقرها لي من قيمة ذلك قيمة ذلك قيمة double يعني اقرها لي من قيمة ذلك اقرها لي من قيمة ذلك بردو تعالوا نشوف السؤال الخامس يعني معاني ما كنتش عاوز أدخل في حل الأسئلة اه dozens السؤال الخامس ده ده أسهل سؤال يا جماعة أسهل سؤال بجد يعني معاني اللي معاني الأسئلة ده محلولة محلولة في الفيديو لكن ايه لكن هنحاول نحلها معا هنحل السؤال ده تاني وخلاص وليس سأقوم بأسئلة تانية double وغيرها مع لش الفرق بين تاني طيب حاضر يا من حاضر أقول لك الفرق حاضر وكيف أبدأ أتابع مع حضرتك بإذن الله أنا شاهدت صفح الفيديوهات القليلة أتفرج عليها بإذن الله بس سأل فيه أمل أخذ شهادة على فكرة تركي هذا الكورسي ليس مهم فيه شهادة المهم من أنك تفع انت واخد شهادة من من واخدها عبد الفقير ولا تعمل بها أي حاجة لاش أي قيمة إلا اللهم ممين آه طبعا طبعا يا سيد رماني في أي وقت تمام؟ بيقبل قيمة عشرية وقيمة صحيحة ممكن يكون إنتجار صحيحة وتحطه في متغير فلوت ما فيش أدنى مشكلة تمام؟ والدبل نفس القصة الدبل نفس القصة الدبل نفس القصة بيقبل أرقام صحيحة وأرقام عشرية كده بس إيه القصة؟ إيه الفرق بين الدبل والفلوت؟ الدبل اللي هو الرنج بتاعه بيكون أكبر يعني ممكن تسجل أرقام فيه أكتر من إيه؟ من الفلوت في قصة كده كنت ناوي أتكلم معاكم فيها بس إحنا سرحنا وما تكلمنش فيها اللي هي القصة اللي هي القصة بإيه؟ اللي هي القصة الخاصة بالفلوتينج بوينت والداتا ربريزنتشن داخل الميموري دي جزء خاص شوية بالناس بالناس اللي هما خاصين بالكمبيوتر ساينس دي ممكن لو أنتوا فرمتوها اللي هي الرنج الخاصة بكل متغير والكلام ده كله ده كورس الواحده يعني ده كورس الواحده وبيبق اسمه بيبقى خاص بالفلوتينج بوينت والداتا ربريزنتشن والميموري والرنج بتاع المتغيرات عندك في الميموري عمله إزاي؟ ده بيبقى كورس الواحده كده؟ أنا والله كنت نشرحه بس بس عشان ما نسرحش من الكورس بتاعنا ده وتنخلينا ماشيين في هدف واحد كده وبعدها إن شاء الله نشوف هنعمل ايه مع بعض خلاص 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 يمعنا المشكلة خلاص نتفضل عماد عاوز تقول ايه؟ طيب في السؤال عشان خاطر عماد برده السؤال اللي بيقول ايه write a program that for specific number apples enter by a user هنه هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عاوز تاخد من ال user او ال user بيدخلك بيدخلك ايه؟ عدد ايه؟ رقم محدد من ايه؟ من التفاعة تمام؟ determine انت بتحدد ايه؟ ديوزن سوف قبل بتحدد اللي اتحققوا اللي ممكن ينفعوا يكونوا عدد ديست تمام؟ عدد دفاحات اللي ممكن يكونوا ديست وعدد دفاحات اللي ميكونواش ديست وعدد دفاحات اللي ميكونواش ديست جميل جداً تعالوا نشوف الكلام ده ازاي؟ اول حاجة بعمل الشغل بتاعي هولك هولك اعمل include iostream using namespace std and main وفي الاخر the return is zero خلاص دي بقت ايه يا جماعة اسطنبا اللي احنا ماشيين بيها من اول ايه؟ من اول يوم خلاص return zero بنعمل الانالسيس بتاعنا بحدد الانبوت ده على طول الانبوت ايه؟ ان اليوزره يدخلي ايه؟ هيدخلي number of apples number sorry number of apples apple apple of apples تمام؟ دي اليوزره راهولي انا هعمل بروسيسنج ايه؟ هطلع عدد الدفاحات ده بيساوي كم دستا؟ كم دوزنس؟ عشان اطلعوا بجيب number of apples ده عدد الدفاحات على 12 خلاص مش الدستا فيها 12 جميل جدا وبعمل حاجة تاني وبشوف extra apple التفاحات الزايدة عن الدستا extra apple التفاحات الزايدة عن الدستا بجيب ايه؟ بجيب number of apples موديلس موديلس الـ 12 يعني ايه الكلام ده؟ مهنة دلوقتي على سبيل المثال اليوزر دخل لي مثلا 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 24 25 تفاح 25 هلو؟ اليوزر دخل لي مثلا 25 تفاح اليوزر دخل لي مثلا 25 تفاح مفيش دست خالص مفيش حاجة اسمها دست ايه؟ مفيش حاجة اسمها ايه؟ اسمها عندي مثلا لو أسمت 25 على 2 هيددينا مثلا ايه؟ هيددينا هيددينا 2 مستداشر 2 12 على 12 ويقع 0.1 ويقع 0.1 ويقع 0.0.1 لا يوجد شيء اسمها مستداشر 2 عدد الـ 10 هذه أرقام صحيحة فلازم أخلي قيمة دوزنجات أخليها إنتجة من نوع الثانية الثانية أريد أن أجيب الباقي من عدد طفاحات يعني أريد أن أخلي مثلا سيقوله الـ 25 تتساوي دستين ويتبقى لتفاحة في شيء يسمى المودلس المودلس ده هو باقي الاسمة الذي يظهرني مثلا باقي اسم الـ 25 على الـ 12 لو سامت الـ 25 على الـ 12 سيدينا اتجه 2 باقي اسمتها واحد يبقى هنا عندي ايه؟ عندي باقي التفاحة واحدة نتكة من باقي الاسمة بتاعت الـ 25 على الـ 12 في ومتوها دي اسمها المودلس العلامة ده تسمى ايه؟ مودلس اللي باقي الاسمة جميل جدا بعد كده بطلع لـ user out.a اللي هي dozens descent والأي والكستر عادة modelis مود لكن مش عاوزين نكتب نستخدم المود مش عاوزين أي فونكش نجهزة مش عاوزين أي فونكش نجهزة عماد خالص أول حاجة بـ define المتغيرات عندي عندي إيه؟ عندي إنتجر إنتجر إيه؟ إنتجر number of apples إنتجر number of apples إنتجر dozens إنتجر dozens إنتجر كستر أوف أبل حلو يا تاني حاجة تريد الإنبود بطلع لـ user رسالة please insert please insert the number of apples معجم من عاجة جملة لغبات لغبات وجملة جملة تسمية من عاجة إنتجر إنتجر من عاجة بطلع لغبات البعبات number of apples على ايه على 12 والإكسترا قبل تفاحات ازاي ده عن الديسة يعني بتساوي number of apples modelis الـ 12 جميل جدا بعد كده بقول اليوزر الاوت بوت اوه user c اوت the number of dozens or equal equal ايه بقى القيمة الموجودة في المضغيرة dozens c اوت the number of كسترا قبل or equal equal ايه القيمة الموجودة في الاسترا قبل هي دي قصة البرنامج بتاعنا عبد الرحمن بيسأل على الـ cn اما تسمع الدرس الاول والتاني هتفهم عن ايه cn عبد الرحمن يعني ايه يعني متحاولش اللي هي ايه اللي هي الموديل السمرنة طيب الموديلس بقى الاسماني الله يكلم بقى الاسمه العملية اللي هي ايه طب جميل جدا نفترض مثلا نفترض مثلا ان اليوزر رح مدخل هنا في الـ number of apples الاسماني 27 تفاح 27 تفاح 27 تفاح دي حجر يضيي اعمال والله حجر يضيي حجر يضيي لا 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 اليوزر هنا خليكوا بس ماشين معا اليوزر هنا دخل 27 تفاح خلاص حلو حجر يضيي علشان اجيب علشان اجيب علشان اجيب علشان اجيب علشان الـ الـ بقى سمعاند التفاحات على 12 مش الـ مش الـ دستة بتسوي 12 تفاح فبقى سمعاند التفاحات على 12 هيددينا مثلا ايه 27 على 12 هيددينا رقم مثلا وليكن 2 point x كده اظن ما فيش حاجه اسمها في الـ اسمها 2 point x فهنا استخدمت المتغير بتاعي امتجار عشان ما تلعش القيمة عشرية دي الاولى خلاص حلو طيب انا قلت هنا عندي دستين تبقى لي ايه طب 2 في 12 بتدينا 24 بقى ثلاث تفاحات بقى ثلاث تفاحات فانت مش تحسبي الكلام ده مانيوان فبنحسب ايه بنقسب الـ number of apples مدلس 12 يعني جبلي بقى الاسمة بقى الاسمة بتاعت ايه بتاعت اتناشر يعني لو هي بتساوي 2 point x و 2 في 12 بتساوي 24 يعني هجيبلي هنا ايه ثلاث تفاحات عشان يبقى 27 انا بقولي 12 عشان الاسمة اللي انا عرفه يعني على قد معلوماتي ان الدست بتساوي 12 الدستا بتساوي 12 الدستا بتساوي 12 دستا دستا ما وصلناش للـ f نحن ندرسل مهاردة على الـ condition of the stretch خلاص والله المستحن الدستا ما بتساويش 6 لا جميل جدا نخرج بقى من الدرس الريخم ده من التدريبات دي انا حللها كلها انا بس علشان الناس ايه يعني تشوف بس طريقة الحل و ايه اللي احنا ما بندورش على ترجمة اندلاين يعني سطر جديد راجع الدروس لا لماذا اكتب لي اسمك عشان انا مش عارف اقراء ماتي ماتي محمد ايه بس ادخل على الدرس التاني هتلاقي حاجة اسمها Escape Character تقريبا هتعرف كعناه الاندلاين والنيولاين والسكيب الاسكيب الاسكيب لا دي comments دي تعليقات مالهاش لازمة ايه اسمعوا انه ما عند دروس اسمعوا الدروس اللي فاتت الناس اللي لسه جديدة اسمعوا الدروس اللي فاتت هتفهم كل ما احنا قلناه ده مش فاهم حاجة اكتب لي اسمك بالعربي لا هو مش مش هو فيه ناس بتقلدني في الاسلوب اللي انا بكتبه ده اللي انا كتبة دي comments دي كلها انا بس انا بكتلكم كده علشان بشرح لكم هو انت المفترض بتكتب على مثلا ال operation او العملية مثلا ايه الكمنتس واحدة يعني conversion مثلا ايه conversion مثلا ايه conversion مثلا ايه to the higher height ماشي والجزء الخاص بالانالسس ده انت بتعمله بطريقة ما كده ابعلمهلكم اما ندخل في ال objectory انت تدعلمهلكم عشان تبقى ابسط انت بتبسط بتبسط كويس بس اقول لي اسمك اللي بتقول لي والله انت بتبسط كويس اعوز اعرف اسمك محمد ماشي يا محمد اما ليه ايه اللي قبل محمد ديت انسى يتمي 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 محمد مستثني لا انا لا الاسم موجود بس الاسم اللي قبل محمد ده خلاص لا طيب يا جماعة احنا دلوقتي هندخل في حاجة تانية اسمك ايه مغرب اللي انا عرفه مؤيد عندي مؤيد كان في الكورس وعندي عندي مش عارف حد تاني باين فاتن هاجرس باين من المغرب او فاطمة اسمها فاطمة هاجرس باين مصر محمد معط خلاص 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 انا من المغرب ايه او بالحبيب من الجزائر او كان عندي من الجزائر بالحبيب صاحب قمة عربية خلاص مراش قمة عربية عشان بنجب وبن نبدأ ماشي خلاص ماشي سيزنون بي لحظ طيب ايه بقى الدرس اللي هو انا المفترض قبل ما ندخل الحلقة دا درس كده اسمه ايه هناخد حاجة انا كل مرة بكلمكم هنقفل الشات بقى كنت كل مرة بكلمكم عن حاجة اسمها الكنتش الكنترول استردكة وعمال يا جماعة لما ندخل في ان شاء الله رب العالمين سنعمل برامج كويسة جدا لما دخل في الكنترول استردكتش ستبقى الوء متقدم لما ندخل في الكنترول استردكتش كل تبقى تبقى مع اسلوب هناخد فيها اكثر اكثر شبه هي شبه اللي هي فعلا فعلية حقيقية من اللي احنا بنتشوفها في الواقع العملي طيب ايه control structure control structure زي ما قلت لكم في فيديو كده اللي ان شاء الله انا شرحه حضراتكم بتبحثوا عن control structure وايه فايدتها بشكل عام كمجمل كلمة control structure ايه الغرض منها بشكل عام اما انا اللي هوصله لك في الكورس اللي هوصله لك في الكورس الجزء العملي فيها الجزء الخاص به control structure بتقسم لحاجتين condition structure condition structure structure الخاصة بالشروط وايه واتريشن structure عملت انا over for you في الكورس في الحلقة اللي فاتت دايت في الحلقة اللي انا مسجلها ان شاء الله ارفع حالكم يعني النهاردة او بكر النهاردة ان شاء الله condition structure قلت هناخد فيها عليها بعملت لحاجات بعض الاشياء زي هنأخذ فائل حاجات دائرة اللي هي الاف والالس وهنأخذ جزء تاني او دي بدخول على بعضها الايه الاف كونديشن بدخول على بعضها الاف كونديشن تمام؟ وبنأخذ حاجة تاني اسمها switch case حالات switch خلاص؟ جميلة تاني حاجة التلاتيشن هنأخذ حاجة اسمها looping الحلقة زي ايه؟ زي ال... 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 وال... 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 و تاني ال... 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 وال... وال... جميل جداً في الحلقة اللي انا سجلتها انا عملت overview عامة على control structure وتكلمت اللي ايه؟ اللي بتتقسم القسمين وبدأت توضح بعض الحاجات ايه؟ بعض الحاجات اللي... 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 الخاصة بالcontrol structure وبدأت ايه؟ وحتلغي وقالت ايه؟ هتاخد الشابتر ده هناخده الواحدة تمام؟ وقالت ايه؟ وقالت ايه؟ وقالت حضرتكم انتم عرفتون من اللي... و ال... اللي... 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 نلغي الجزء اللي... وحضرتك موضوع حلقتنا النهاردة اللي احنا ناخد overview عامة عن عن الكنديشنال وان الكنديشنال يعني الحاجات الخاصة بشروط الحاجات الخاصة بشروط والمقارنة بالكنديشن والمقارنة الحاجات اللي هتساعدني اللي انا هعمل حاجات خاصة فيها شروط ومقارنات زي اللي هقولها لكم دلوقتي حاجتين قال لك السي بلاس بلاس بتتعاملك حاجتين حاجتين بتعمل بها بتتأكد من خلالها من الشروط اللي انت اللي انت عملتها صحيحة ومصحيحة وحاجة اسمها switch case بتتأكد ان الحالات اللي انت اللي انت بتعمل عليها صحيحة ولا مصحيحة تمام؟ جميل جدا بدأتي برضو خرقتي بقى ال conditional structure خالص مسحت كده ال conditional structure وقلت انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي F وعندي ايه؟ وعندي switch جميل جدا طيب ال F قلنا خدت فيها overview سريعة كده خدت فيها overview سريعة وتكلمت لل F وقلت يا جماعة على سبيل المثال في الحلقات اللي فاتت كان نفسي ايه؟ خلقات اللي فاتت خدنا زي greater than أو equal to أو less than or equal to أو equal أو less than أو greater than أو اي او اي operator خاص بالمقارنات جميل جدا خدنا برضو في الحلقات اللي فاتت اللي احنا مثلا عندنا متغير عاوز عندي ال user بيدخلي في الميموري قيمتين في متغيرين مثلا على سبيل المثال عندي متغير اسمه number one number one number one number one أو first number أو second number أو second number أو second number أو أكبر أو 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 لا لحد كده ايه احنا وقفنا تعالوا بقى ايه نشوف هنشتغل ازاي ببني البرنامج بتاعي خالص مفيش اي مشكلة include iostream using namespace std وبعد كده ال main function بتاعتي خالص زاي ما نكتبها جماعة وفي الاخر return value اسمها 0 في الاخر return value اسمها ايه 0 اول حاجة بديفاين بديفاين ايه بعمل analysis بتاعتي بالطريقة اللي انا متعارف عليها تماما بقول اليوزر بحدد ال input الاول وبعمل عليها processing علشان تخرجلي ايه شكل output حلو ايه هي ال input بتاعتي اليوزر بيتخلي two value اللي هي first number وايه second number حالو اول دي ال input بتاعتي طب ايه ال processing بتاعتي اللي انا بتشك لو قيمة first number اكبر من second number اقول اليوزر ان first number اكبر من second number لو اصغر من second number اقول اليوزر ان first number اصغر من second number دي ال equation بتاعتي دي ال processing بتاعتي وفي الاخر ال output بتاعتي ايه ان اطلع له النتيجة لو هو اكبر اقول اليو اكبر لو اصغر اقول اليو اصغر حلوة دي ال output بابدأ اول حاجة ادفين سوري ادفين ايه ادفين ايه زفارس بتاعتي المتغيرات بتاعتي ادفين ال variables الخاصة بال ايه بال input بتاعتي مثل first number second number وهنا اظن مش محتاج متغيرات للprocessing او ممكن وجه او واحد يحط ايه يحط المتغير اسمه result زي ما هو حابب انا هنا مش محتاج بابدأ بعد كده اريد ال input بقول اليوزر سي اوت جاي ووزر من فضلك please insert ده first a number يا يوزر من فضلك دخلي ايه دخلي الرقم الاول دخلي هولي فين لا اخد سطر جديد بس الاول دخلي هولي فين في المتغير اللي اسمه first number حلو وبعد كده بقول اليوزر يا يوزر please insert the second number حلو حلو دخلي هولي فين ماشا اخترح في المتغير اللي اسمه second number كل ده شغلنا وانتو كل مرة لدينا الجملة ديت وايه وما تنخدش حاجة جديدة تعالوا بقى نشوف بقى ايه ال processing اللي احنا عاوزينه اللي احنا نشوف لو المتغير اللي اسمه first number اكبر من المتغير اللي اسمه second number اقول اليوزر اللي هو اكبر فبستخدم حاجة اسمها ايه اف condition بعمل اف وبفتح ايه وبفتح كوسين وبعد كده بلوك اث كود زي اللي بفتحه في ال main function وبقوله هنا لو first number اكبر من second number نفذ اللي في البلوك كود اطبع لي مثلا اللي في البلوك كود اللي هو ايه the first number largest زين largest ايه اكبر من ايه من second number اكبر من ايه من second number بقى السكن حلو امين طيب لو ما كانش اكبر لو ما كانش اكبر طيب لو هو مش اكبر يبقى second number ممكن يكون هو الاكبر فاتضع لي هنا ايه رسالة قول لي ايه see out the يعني هنا ايه قول لي ايه الرسالة قول لي ايه the second number the first number is not largest than the second the second number يعني الرقم الاول مش اكبر من الرقم التالي هل اللي انا عملته هنا اللي انا عملته ايه condition if وفتحته cause ما هو اكبر ما المتغير الثاني اطبع لي اللي في الكوز اللي في ال block طيب لو مش اكبر اطبع لي ايه حقق لي وووش اكبر ايه فحقق لي اللي موجود داخل الإلس دي معناها اللي هو لو مش هتحقق الشرط اللي فوق حقق لي اللي بداخل ايه اللي بداخل الإلس تقولولي اللي مش فاهم اي حاجة ياريت ايه يوضحها لي اللي مش فاهم اي حاجة ياريت يوضحها تسمح دي اول سلايد في المحاضرة تعتبر دي اول سلايد حد عنده مشكلة في الاف مشكلة في الاف في صد صد زي طيب لا في تكرار الصد ازاي جماعة في حد يا جماعة في مشكلة في الصد مش يامسك يا يا مستر حاضر انا بنقل حاضر بتنقل بدل ش حاجة كل الكلام ده موجود في الفيديو بدل ش جهاد لا لا ايه مش مش عباد ايش اوك اسلام طيب جميل جدا يا جماعة دي كومنت على فكرة يا ادم لو دخلت على الفيديوهات هتفهم يعني ايه كومنت ادخل بس هتفهم يعني ايه كومنت بس مش باك سلاشس دابل سلاش مش باك سلاش دابل سلاش دابل سلاش دابل سلاش لا ليه وانت دعم يا عماد اصلا انت دعم فني ايه استاذة فاطمة دعم اقام عين ايه 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 بستحت التدريب طيب ماشي ودتني اللينك طيب يا عماد خلاص 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 احنا كده وضحنا واسلام معانا عشان اسلام يعني ما يزعلش خلاص 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 ندخل بقى في التمارين ندخل بقى في التمارين ندخل في الجوز الخاص بقى بالS احنا كده وضحنا سريعا لا لا الدعم يا جماعة صراحة مسيطر يعني يا ريت نقف الياه والسكاي بي واي برنامج ده واللود او update ولو المشكلة مستمرة نعمل refresh او نغير متصفح للفيرفوكس لا لا ده يعني اش عارفين هو ليه صراحة خلاك 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 بقى خلاك الآن ساعدمت BritS هتبقى ان شاء الله رب العالمين دعم خلاص يعني ان شاء الله اللي دعم محضراتنا المرة الجاية يا عماد خلاص هتفقين خلاص الله يساهل له هو كده يا اسلام صح حسنا هقفل هقفل الشات ده يا جماعة هقفل الشات هقفل الشات اتكلمنا من شوية قلنا اللي احنا هنأخد ال Conditional Structure حاجات الخاصة بالشروط هنأخد فيها حاجتين وقلنا ناطق ال F.. وهنأخد الرجل وهنأخد دعم الаватьم Religions وخدنا مثال بسيط عن الف اللي احنا نقول إييه نقول The Culver Professor من فضلك ارنّه ارنّة من الـ User رقمين اللي هو الرقم الأول والرقم الثاني اعملك لعليهم مقاربة لو الرقم الاول اكبرвон الرقم التاني اتبع الي قلي الرقم الاول اكبر من ايه اكبر من الرقم التاني لو مش اكبر لو الرقم الاول مش اكبر فقال لي وقال لي A اللي ما عرفش ممكن يكون متسوين ممكن يكون اصغر مرقم التاني خلاص فقلنا ايه فقلنا عشان اعمال الكلام ده بدتبabif وبفتح CO2 Peterson Sisis وبقول له أكبر دي معناها هلأ الرقم الأول أكبر من الرقم الثاني لو أكبر هيحقق لي هيينفذ لي هيعمل execute للي داخل ايه ال block of code ده هيعمل execute للي داخل ال block of code ده طيب لو مش أكبر هيينفذ ايه هيينفذ ال else هينفذ ال else تعالوا نكتب نوتس بسيطة كده عن ال else ال else دي if all conditions are false لو كل ال condition بتاعنا كل ال condition بتاعنا false هينفذ لي ايه لو كل مين اللي بيلعب في الشاشة لو ال condition بتاعنا false هينفذ لي لو ال condition بتاعنا false هينفذ لي ايه على فكرة طب ماشي عمال وشوش كده لو ال condition بتاعنا false هينفذ لي اللي داخل ايه يوجد الكود يوجد كود الكود يوجد كود مع المستقبل مع مستقبل وممستقبل البع 하고 ليس مستغلsama اق shell الأقpable ولدى المستقبل وطلع false سينفذ اللي داخل الـ هيقول لي إيه إن ما في الشرط عندك الحق فانا نفذتلك اللي داخل الـ فهنا إيه؟ شاف اللي أنا على سبيل المثال خليت الرقم الأول بإيه؟ بخمسة والرقم الثاني بستة فشاف إن الخمسة مشبر من الستة فمش هنفذ لي إيه؟ الشرط ده طيب، في شرط تاني أقا، فرح منفذ اللي داخل إيه؟ اللي داخل الـ رح منفذ اللي داخل إيه؟ إيه؟ دي القصة الخاصة بإيه؟ بالإلس اللي حبيته وضع حالته جميل جداً تعالوا بقى إيه؟ نفهم إحنا كل كل حاجة بناخدها كنا بناخد عليها إيه؟ تكوين الفورم الخاص بالـ جميل جداً هناك مجموعة من الفورم أول حاجة، بكتب الـ فتاعتي والـ condition بتاعي، وبكتب بداخلهم إيه؟ الـ condition بتاعي، دي القولة وبعد ذلك، فيه حالة إلا أنا لبفتح 2-2-block لإما بفتح block of code، اسمه block of code، سوري تمام؟ بفتح كده الـ condition، أول حاجة بفتح بكتب كلمة if، وبعد ذلك الـ condition الـ condition داخل البارانسيزيز، زي ما عملنا تشيك هنا الـ first number هل هو أكبر من الـ second number؟ ولا لا، لو هو أكبر، نفذني اللي في الـ block of code ده، دي الـ structure فتحت كتابة كلمة if، وبعد ذلك الـ condition بتاعي، داخل two-parancesses وبعد ذلك، فتحت block of code، ممكن أن أستغنى على block of code في حالة إلا أنا، إلا أنا، كاتب لـ user، اللي هو ينفذ لي، ينفذ لي، لو الشرط صحيح، الجملة بتاعتي في سطر واحد، يعني لو أنا كاتب سنتكس واحدة، يعني مش كاتب أكثر من 60، لو كاتب هنا اضع لكلمة هلوه، مثلاً لو أنا كاتب هنا C أو الثانية C أو الثانية، أحمد، تمام؟ دي هيعتبارها إيه؟ هيعتبارها أنه هو مش مرتبط بالشرط، يعني الجزء له مش مرتبط بالشرط، فلازم أعمل إيه؟ فلازم أستخدم تقوم بمواجه إيه؟ دي هيعنى الـ construction الخاصة بالـ F، دي يسعى الـ construction الخاصة بالـ F هناك قصة تأثيراً يا جماعة، ما الذي أريح دماغي؟ عادة ثانية، إلا هما الآن ستواعدين، نقول بأنهم رايحهم تايمًا، وافتح 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 ايه؟ وافتح block of code، يعني إذا، ماي أنا بنحن دول؟ افتيح strike- block of code و ايضاً سأكتب دخلهم من what? الكون الذي تريدون أن تنفسها فعلاً وبتvilديهم بالشارت أن تنفيذ them الـ... سأستخدم run- else وهي قام نفس القصة مع d-аз لو كنت اكتبいるのは عندما سأكتب بسطر واحد ذلك سأكتب شارتات الوضع الذين انا أريد أن تكر습니까 كنت أكتبهم على سطر واحد لدينا مشكلة بشيلي الUMB لو انا هكتب اكتر من سطر بايه بحط بس عادتا برضو ايه نحط ال local code حلو طب انت كل مره قلتاني ايه طب انا عاوز ايه طب انا عاوز contribution ااكل من شرط او انا لازم اقوللوا llegó الفيرست ن象 probabilينини مي اكبر من الام drop تعمل لي تقول لي تقول لي الفيرست نامر الا اكبر من commanded number ولو ما كانش تقول لي لا مش اكبر طب انا عاوز اشوف لو الفيرست ن Lyn ackبر منăm chief number او الفرست نمبر اصغر من السكند نمبر او الفرست نمبر ما بيساويش السكند نمبر فقالوا فيه حاجة تانية بنستخدمها في حالة اللي احنا عوزين نعمل شرط اسمها LCF حاجة اسمها ايه LCF الـ LCF ديه زي الـ F بالظبط بفتح 2 برانسيس تمام و بفتح block of code نفس القصة لو انا مش استخدم لو انا مش استخدم اكتر من سطر ان انا عمله execute ببدأ ايه ببدأ ببدأ ايه ببدأ اشيل block of code ده بشيل block of code ده اللي انا استخدم سطر واحد فعادة برضو هنخليها ايه هنخليها block of code هنا مثلا بقوله ايه first number سوري first number هل بيساوي السكند نمبر هنا بتشك لو ما بيساويش هنا بقوله الاول لو بيساويه هينفزلي ايه اللي داخل القوز ده والي افهم بقوله ايه نفزلي اي حاجة هنا خلاص نفزلي اي حاجة هنا جميل جدا طيب انا عاوزة تشك على حاجة الالتر طب هو لو ما بيساويش طب على سبيل المثال لو هو هنا اكبر من الرقم الاول لو الرقم الاول مش اكبر من الرقم التاني ولو ما بيساويش بعض فلازم تقول لي هو هنا لو ما تحقق الشرط ده وما تحقق الشرط ده فلازم حاجة تحق فبنقول ايه بنستخدم من قول بالجملة انا كنت بقول لكم بقى if لو كل condition اللي عندنا false لو كلهم ما تحققوش بينفزلي ايه اللي داخل الالس فاحنا نقول ايه بقى الـ construction والـ form بتاعنا اللي انا نمشي عليه في الـ f اللي انا بعمل ايه بفتح هنا الـ f وبعمل الـ condition خلاص وبفتح block of code وبعديها الـ f ان كان عددهم تمام وبفتح block of code وبقفل وبعد كده الـ else وبفتح block of code وبقفل بس اخد هنا مسفتة عشان البتاعة تبقى اضحالكم تمام وهنا condition وهنا condition وهنا condition هنا بقول له ايه see out anything if condition true see out anything if condition true حلو هنا see out وفي الـ else if anything يعني نفذ لي see out لأي حاجة لو ايه لو condition true طيب if هنا بقى ايه see out anything if all condition false لو كل الـ condition بتاعتنا false لو كل الـ condition بتاعتنا false حلو ايه اللي مش تاهم ياريت ايه ياريت يكتب نفتح حشات كده ونشوف الناس ايه اللي عندهم مشكلة تفضله جمع واضحة ولا مش واضحة انت توهدت انت توهدت انت توهدت عماد ما انت عدت العدل في صفحة عماد تطلعها فوق تنزلها والكلام ده مش قوي خلاص ماشي حناخد بمثال حناخد بمثال حناخد بمثال ماشي هو ما نفيش حال انك كل شوفناد في صدر وايه فقط يعني مش فاهم بس حناخد بمثال هعمل مثال بس اللي عنده مشكلة تانية اللي عنده مشكلة بشكل عام يعني نكتبها اقرأيها في المثال يعني المثال أوضح اللي عنده مشكلة بشكل عام يكتبها عشان أراعيها في المثال طيب اللي ما عندهش مشكلة في أي حاجة يكتب واحد طيب شعرزين تكتبه خلاص طيب حلو أنا بتعذب بتعذب في متابعات الكتاب مش عارف حالف بتوصلين طيب تعالوا بقى ناخد برنامج بقى إيه لذيذ جدا جدا على فكرة جماعة الحلقة دي تم مفترض أصلا ما وصلحش فيها برامي وحتى أنا سرحتي في الحلقة الخاصة باللي أنا شريحة لأنا هرفعها لكم إن شاء الله رب العامين بعد قدرة وهرفع لكم التسكية بس صراحته عمالي إيه صراحته وعدت أشرح بعض الأمثلة فأنا بس هديكم مثال عشان أفهمكم بيه لكن من الحلقات الجاية هنبدأ أصلا نشتغل F و Switch كتير جدا خلاص هديكم مثال عشان نفهم بيه دلوقتي أنا عاوز إيه عاوزين مثال بيستقبل من يوزر رقمي سواء First Number و Second Number خلاص First Number و Second Number First Number وإيه و Second Number حلوة وبيشوف لو الرقم الأول أكبر من الرقم زاني بيطبع لكلمة خلاص لو أصغر بيطبع لكلمة إيه لس زان خلاص لو مش 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 أكبر ولا أصغر بيقول لي إيه Equal بيقول لي إيه Equal بيقول لي إيه Equal جميل جدا حسنا ببدأ أعمل أنالسة البرنامج بتاعتي إزاي بيقول له الـ Input بتاعتي اللي هو الرقم الأول والرقم الثاني خلاص First Number و Second Number طيب ببدأ أقول له بيبدأ أقول له الـ 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 اللي هو في حالة اللي عمل تشيك لو كان الرقم الأول أجوال من الرقم الثاني بيطلع لإيه بيقول يا جماعة الدعم الفني طيب خلق خلق الغريطر ما تكتبش شيء عموضة الله أكرم الغريطر or greater than or less than والكلام ده كله بنعمل الـ اللي أنا بتشيك لو الرقم الأول أجوال من الرقم الثاني أو الرقم الأول أصغر من الرقم الثاني أو الرقم الأول بيساو رقم الثاني دي بروسيسور بتاعتي الـ 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 هو الرقم الأول أجوال من الرقم الثاني أو أصغر أو equal من سويين حلو أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أعمل البرنامج بتاعي عادي include iostream using namespace list std وبعد كده main function وفي آخر main function return clear وفي آخر main function return 0 أول حاجة بريد الـ input بتاعته بقول user please insert the number the first number sorry ده كله يعارفينه cn فين كتبه بسرعة بس خالهولي فين في المتغير أنا ما عملش متغيرات sorry define verse عرف المتغيرات اللي هو إيه؟ the first number and second number أخذهم هنا copy خليهم float first number and second number cn أول حاجة أروالي first number cout please insert the second number دخلهم لي فين دخلهم لي دخلهم لي number حلو الـ processing بتاعتي بقى إيه؟ بشوف وإننا بنشوف if لو أفتح كسين first number أكبر من second number تمام؟ أكبر من second number أفتح block of code بتاعي وأقول اليوزر إيه؟ وأقول اليوزر greater cout ايه؟ greater خلاص؟ طيب لو مش أكبر لو أصغر هقول له lcf أدي شرطي تاني اهو لو كان first number حلوة أصغر من second number افتح block of code بتاعك وأقول لي إيه؟ وأقول لي cout لزان خلاص حلوة طيب لو مش أكبر لو مش أكبر ولا أصغر فأكيد بيساوي فهو اللي اليوزر إيه؟ تعمل شرطي بك فهو لو رقمين بنعمل مقارنة إيه؟ اللي إما أكبر من اللي إما أصغر من اللي إما بيساوي فأكيد هفتح هنا block وقول له هنا إيه؟ cout الرقمين دول إيه؟ متغير الأول بي equal المتغير إيه؟ متغير التاني أتمنى اللي تكون إيه؟ أتمنى اللي تكون المثال واضح هفتح الشات كده ونشوف الناس تقول لين إيه؟ هيا جماعة اللي عنده أي مشكلة خلاص كده ولا أحد خلاص تمام تمام يعمل تمام أنا أعاوز الناس كلها تكتب يا جماعة الله يا كلامكم عبد العزيز تمام تمام جاد الحمد لله تمام فات الحمد لله إسلام الحمد لله جهاد الحمد لله نعم كويس الحمد لله ماشي رهام واحد ماشي كويس أحمد ومحمد كويس في كده ناس كدير وكده بيتش طب ما له يعني أعماد أعماد كويس الدعم الفني بتاعنا كويس خلاص يبقى كل الناس كويسة كل الناس كويسة مش خاطر الدعم الفني بتاعنا أعماد كنيش ما كنتم سامع النص الأخير بصدوح اللي هو ايه اللي هو اللي هو ربنا يا كلمة كامس بص يا بص يا رماني هنا بقول ايه بقول لو الرقم الأول أكبر من الرقمي اتبعلي greater خلاص لو أصغر اتبعلي للذان طب لو مش أكبر ولا أصغر لو مش أكبر ولا أصغر فهو ايه فهو أكيد بيتساوي فاتبعلي كلمة equal خلاص كده واتحت صوت تمام ثمين تمام طيب يا جماعة هي دي اللي أنا كنت أعاوز أوضح لكم بس من الحلقة ديت من الحلقة اللي أنا مسجلها بالنسبة للف الحرب الواجه أنا اتكلمت في المحاضر سوري اتكلمت في المحاضرة اللي فاتت اتكلمت برد في المحاضرة عن ايه عن السويتش كيسيز عن السويتش هناخد عينة overview كده بسيطة تقريبا في ايه في عشر دقائق ولا حاجة وناخد عليها مثال وايه وكده نبقى نخلص من الحلقة بتاعتنا تمام نلغي بقى الث من هنا اتدققنا ايه اتدققنا السويت ناخد عليها overview علشان من الحلقات الجاية بقى ايه هناخد تمارين كتير جدا تمارين كتير كتير فعلا عن الف والسويتش خلاص السويتش على سبيل المثال لو انا لو انا عندي عندي طلبين مثلا عندي طلبين ماشي واحد اسمه عماد اللي هو ادعم الفن بتاعنا هو اسلام خلاص عماد بعت لي عماد بعت لي عماد بعت لي الاكسرسيز بتاعه والتسكي بتاعه وديته عليها ايه دي جري خلاص اديت لي عماد دي جري وديت لاسلام برضو نفس القصة دي جري درجة برضو خلاص فانا بقول لو بتشك行 مسلا لو الحالة اللي يكون فيها عماد اكبر اكبر روح طبعن لي وقل لي ايه قل لي عماد دركته اكبر من ايه من اسلام الحالة اللي يكون فيها عماد اصغر حالة مثلا دركته اقل اقل لي ايه قل لي درجة عماد ايه درجة عماد ايه يعني اصغر برضو من ايه اصغر من اسلام خلاص او اكبر من اسلام حسب ايه حسب ايه امعرفش المثال مش تمام الاهم هناخد مثال مع بعضي دلوقتي نوضح بيه فكرة switch انا عاوز حضرتك عندي برنامج اسمه first number عندي متغيرين اسمه first number second number المتغيرين دول عاوزي اليوزر مش انا كل مرة او اضرب لي رقمين انا عاوز اليوزر يشتغل من حكاية دات اوتوماتيك عاوزه يبقى عنده الا حسب ده مش كوان اقول له لو انت عاوز برنامج الجمع و رح خل يا سيد الفونكشن دات بتعملك جمع او البرنامج ده بيعملك عملية الجمع انا عاوز الحكاية تكون دينامج شوية ان اليوزر يدخل الـ operation العلامة بتاعته الـ operators العلامة الخاصة سواء لو جمع اجمعنه لو طرح اطرحنه فبدأ ايه فبدأنا نقول نستخدم حاجة اسمها switch case يعني حالات اللي فيها الـ switch انا بسويتش على ايه مثلا على العلامة اللي دخلها الـ user انا بسويتش على العلامة اللي دخلها الـ user الـ operator اللي دخله ايه الـ user حلوة في عدد من الـ cases في عدد من الـ cases وليكن الـ case الاول الـ user راح مدخل لي العلامة ديه خلاص فروح انا اقول له ايه لو الـ user دخل العلامة ديه اجمع لي الرقم الاول على ايه الرقم التاني واخرج اعمل لي break واخرج من البتاع ده وبعد كده طيب لو ما دخلش علامة الجمع اعمل لي الكيس تشوف لي الكيس التاني هل هو دخل علامة التطرح لو ما دخلش علامة التطرح وعمل لي الرقم الاول الاول اطرح لي منه الرقم التاني وعمل لي ايه break حلو اعمل طيب لو ما دخلش علامة الجمع ولا الطرح شوفت الكيس ديه هل هو دخل علامة ضرب لو دخل علامة الضرب روح اعمل لي ايه روح ماسك الرقم الاول ده ضرب ضربه في ايه في الرقم التاني ده حلو اعمل روح واخد لي break على طول خرج لي حلو اعمل طيب لو ما دخلش علامة جمع وطرح ونقص شوف له هل هو دخل علامة اسمه حلو اعمل لو ما دخلش علامة الاسمه لو دخل علامة اسمه جايب الرقم الاول ده اسمه لي على الرقم اللي انت يا سيدي دخلت لي invalid operator 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 مش صحيح operator مش صحيح انا مش عاوزك بس تبصي اللي انا عامله ده انا عاوز دلوقتي اعرف الناس الناس فهمت الفكرة العامة انا مش عاوز بس تقولي انا فاتح قوس ومش فاتح قوس ولا الكلام ده الناس فهمت الفكرة العامة ولا لا نكتب واحد لو الناس فيهمت الفكرة العامة اللي انا اقصدها الفكرة العامة الناس فيهمتها ولا لا للسويتش علشان ابدأ اشرح لما زي ما مشينا كده الكنستركشن وفه سويتش يلا كله يكتب واحد سريعا كده او اللي عنده مشكلة يكتب اتنين يعني خلاص في ناس كسلانة كده مع رشته تحضر المحاضرة وتسمع مثلا اي حاجة تانية على التلفزيون خيب الله المستعنى دلوقتي بقى ايه نروحوا من المثال الظريف ده ونبدأ نقول له ايه سويتش بتاعها سويتش انا بسويتش على ايه حدث في عدد من الحالات بكتب كلمة سويتش وبرتحت وبرانسيزيس وبسويتش على الحدث ده لو الحدث ده في الكيس ديت مثلا في الكيس ديت بيساوي علامة البلاس رو عامل لي ايه هنا الكيس دي بنفس الاسلوب ده بيساوي علامة البلاس رو عامل لي هنا ايه سيقاود او جمع لي ايه الرقمين على بعض واخرج واخرج اخرج ازاي ببريك خلاص يعني هنا اللي عاوز تقوله ان بكتب كلمة سويتش وبكتب هنا الـ event اللي عاوز ايه اشوفه في حالات معينة الحدث اللي عاوز اشوفه في حالات معينة لو اتحقق في حالة بينفزلي ايه بينفزلي الحالة ديت وبيخرج من البرنامج لو متحققاش بيخرج من الحالة ديت و ايه ويشوف الحالة اللي اتحقق فيها وليكن الكيس هنا كانت مينس واليوزر كان مدخل لعلامة المينس فيروح هنا ايه منفز منفز ايه ايه اللي موجود اللي هو منفز ايه الـ first number second number ورح خارج ايه من البرنامج مباشرة ما عملش اي كيس تانية طيب واحد يقول لي طيب لو انت مثلا ايه خليت لو اليوزر كان مدخل لرقم الاول ورقم التاني ومدخل علامة الجامعة وانا كنت شايل هنا ايه 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 اللي انا عملته سوري اشيل لي بعيدهم بعيد اللي لو اليوزر كان مدخل لي مثلا من الاول ورقم التاني ومدخل علامة جامعة وانا كنت شايل كلمة الـ break وكنتش عاطت هنا break فيبدأ ايه هينفز لي في الكيس ديت وينفز لي ايه اللي تحتها فالحل يا جماعة كلمة break ديت اللي ايه بتساعدني الا انا او بتقول لي لو الحالة بتاعتك تنفزت خلاص اخفص حاجة بعدها لو الـ event بتاعتك ده كان مقصود بيه الكيس ديت خلاص دي قصة الـ break طيب لو مفيش اي حالة تنفزت في حاجة عندي اسمها default زي الـ else كده بالظبط لو كل الكيس اللي عندي false if all cases false لفي execute زي ايه اللي الداخل الـ default اللي داخل الـ default هنا في الـ default اللي عندي هقول له c out مثلا anything invalid مثلا operator واندي دخلتلي operator غلط اصلا دخلتلي operator غلط انت عملت submit الحاجة انت عملت مثلا insert الحاجة غلط دخلت مثلا هي دي القصة لو كل الكيس اللي هنا كل الكيس كل الحالات اللي هنا بتاعتي كلها false ماتحقتش مفيش حاجة فيه وماليوزر ما يدخلش ولا علامة جمع ولا طرح ولا اسم ولا فيه ولا حاجات دي كلها وانا ما عنديش كيس الثانية خلاص ينفذلي ينفذلي فين اللي داخل الـ default ينفذلي اللي داخل ايه الـ default اللي دي دي كان بشكل عام ايه دي كان بشكل عام الـ structure وفيه الـ structure of switch case switch case اللي اول بكتب كلمة switch وداخل الكوز بحط الحاجة اللي انا عاوز اشوفها في حالات معينة الكيس الـ event اللي انا عاوز اشوفها في حالات معينة وبعمل هنا بلوك of code وبقول له وبكتب له كلمة كيس على سبيل المسال هنا بتشيك على operator لو الـ user دخل للكيس ديت اللي هي الجمع تمام؟ بروح عامل له ايه اقول له اضمع للرقمين واخرب لو دخل لي طرح بقول له اضمع اطراح للرقمين واخرب لو ما دخلش حاجة بقول له ايه الـ default بتاعه اطباع اللي بداخل يعني الـ default ديت زي الـ else بالضبط يعني نفس القياس ما فيش حاجة اسمها بتقال عليها equivalent وليس ايه يعني ممكن تقول الـ else equivalent مكافأة لقيمة ايه لقيمة الـ default مثلا لمفهوم الـ default خلاص equivalent لمفهوم الـ default حلو دي كانت فكرة دي كانت فكرة ايه دي كانت فكرة دي كانت فكرة switch case والconstruction وفي ايه switch case انا دلوقتي افتح حشيات اشوف الناس ايه عندها لغبطة واللحاجة وتشوف معمانه عماد ايجري يفتح حشيات بسرعة حضر عماد هسير ياخي انت اللي تفتح حشيات ه если there is يعني عاوزين ان نبارك له عمدة جدا كده كلنا نقول له ألف مغروق الترايج يليد مثلا لو سمحت العضو 111 يظهر اسمه أو يعود الدخول و أسلي Biden و يجب في العضو 111 مدرؤهم طيب 111 يا جماعة من اللي كانت 111 طيب 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 عشان ما نخرجوش بس يمكن يخرج ويفصل طيب على قول دي له القوانين يعني أنا بحترم أول القوانين فخلاص يعني يخرج 111 ويدخل تاني وإحنا مش بنشر أغلب ما يدخل يعني بس يقولنا هو يسموه قبل ما يخرج يعني الكيس فيها بس في لس وكلام تقدر تحط مليون كيس براحتك ولا شوف يصر إيه أو يظهر اسمه وخلاص والله يا عم دا يعني نشوف اللي نشوف هو راجل كده زعل وخرج هل يدخل ثاني بقى لو بدخل في عماد يعني إيه حايا هنشوف موضوع الدعم الفني زن بوفرات خلاص الراجل دخل ولا بدخلش يا 111 انت هنج وما تبعتش محضرتك من 6 دقائق انا فاتن هاشرح ايه هاشرح دلوقتي مثال على switch case خلاص مثال كامل على switch case وكده ايه عشان ننهي الحلقة هاشرح مثال كامل اصلا ابحسات بعمال الناس بتغرق ياعمال على فكرة الناس بتغرق شكل اكتردت الناس ياعمال خلاص أردى يا دعما صوت قطع من عندي النت النهاردة ويمرго من يوجد صوت ايه مشكلة الصوت كويس اوي يا ريت نفق بص في اللا لا تعليمات تعليمات خلاص يا جماعة كلنا نسمع التعليمات بالظبط الناس بتغرج عماد العدد بس 23 طيب الله المستهن الله المستهن انت عملت خرج الناس يا عماد انا هشتجيك للمعط اسلام شاهد اسلام شاهدي اسلام خلاص ومحمد معي خلاص كلهم شاهدين اخلي الناس كلها شاهد عليك يا عماد دلوقتي لا عماد اللي هو السبب عماد هو اللي خرج الناس كلها يا جماعة انا شاهد وانا كمان شاهد وقول لهم كمان العمال ياخد الشاشة بتاعتي ويحركها مش عارفة اكتب حاجة طيب وبينسي مربعات يا عمده ناس كلها شكلاة بتحبك طيب الله مستهن الله مستهن ندخل بقى في المثال تقالوا بقى ايه ناخد مثال كده مثال قوي شوي خلاص المثال انا عاوز ايه عاوز اعمل بقى الا حزبة بجد عاوز اعمل الحزبة بجد خلاص عاوز اقول لي اليوزر يا يوزر انا عندي الا حزبة فيها 5 options خلاص الخاصية الاولى عملية الاد وعملية الادشن يعني وعملية وعملية الموديلس بقى الاسم دي اللي مش فاهم الحاجات دي اللي هو جمع طرح ولا بلاش بقى الاسم عشان ما نغبطش الناس بلاش بقى الاسم عشان ما نغبطش الناس جمع طرح ضرب اسم جمع ضرب طرح ايه؟ اسم حلو ببدأ الاول نفكر في البرنامج كما نفكر ببدأ اقول الانبوت بتاعتي الانبوت بتاعتي اللي انا عاوز اخلي اليوزر هيدخلي رقم ايه والي اكون تاني first number و second number وعاوز يدخلي المعامل اللي هو هيقول المعامل ده سواء كان جمع ضرب طرح اسمه والكلام ده البروسيسنج اللي انا هجيب الريزلت الخاصة ازاي هقولي الريزلت بتاعتي بتساوي first number بين قصين هنا وب second number الريزلت الريزلت اللي انا عاوز اطلع نتيجة ايه الريزلت نتيجة ايه الريزلت فبدأ اول حاجه ابني البرنامج بتاعي include load iostream using namespace std وبعد كده main function وفي اخر main function البرتير نزيله با ديفاين البر بتاعتي عندي متغيرين في loot اللي هما first number و second number وعندي متغير علامة اللي هو اللي char بدأنا هون استخدم المتغيرات اللي احنا ايه ما كناش بنعملها char ايه مثلا operator خلاص بابدأ اريد الـ input من الـ user بقول له من فضلك يا user please insert that ايه بقى the first number كل الكلام ده عارفينه يوح مينة بتدخل هالي فين بدخل ال first number ده في المتغير اسمه first number كل ده برضه عارفين see out please insert the operators عشان انت بتدخل L الحزب عندك بيبقى ايه؟ بتدخل الرقم وبعد كده بتدخل العملية وبعد كده بتدخل بقى الرقم التاني نفس L الحزب بالضبط هقول له CNA وبعد كده حلو هدخل وقول له دخل بقى الرقم التاني please insert the second number the second number دخل لي second number فين؟ دخلهولي see second number دخلهولي second number ايه بقى البروسيسنج؟ اللي انا هعمل عملي اللي انا هشوف هسويتش على الأوبوليتور ده لو هو همجمع فهجمع الرقمين لو هو المترض Nar suppose ناتج ناتجة العمليه اللي انه هسولد سويتش هل هنا اعتقل Station هو الاتجتمع offense سويتش على أ guten في كل حالاته الO PR وبفتح بلوك اف كود بتاعي بقول له لو اليوزر دخل الكيس دخلك الأوبريتور ده علامته علامة الجمع خليلي الريزلت ده المتغير اسمه ريزلت ده بيساوي الرقم الاول زائد الرقم ايه ثاني واخرج على طول فريك طيب لو الكيس لو الأوبريتور ده دخله علامة الماينس رو عامل ايه اقول له الريزلت بتاعي بيساوي first number minus second number واعمل ايه واعمل بريك اخرج على طول الكيس الكيس التالت لو دخل علامة الضرب اعمل لي الريزلت ده الريزلت ده بيساوي first number مضروب في second number first number مضروب في second ايه ورقم اخرج لي بريك اخرج لي على طول ورقم بعد كده الكيس الكيس الرابعة احنا جمع ضرب اسمه لو دخل علامة الاسمه رو عامل ايه رو عامل ريزلت بيساوي first number اسمه لي على second number ورقم 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 ايه بريك حلو حلو طيب لو ما نفس اي كيس مشان عندي اربعة كيس طيب لو اليوزر مدخلش الموء الا الجمع ولا الطرح ولا الضرب ولا الاسمه انا بعمل ايه بقى بقوله طيب افرد دخل حاجة غلط هل مطلع لهش النتيجة لا بستخدم ال default بقى اللي انا بقوله الانت يوزر اللي حضرتك يوزر عملت ايه حضرتك يوزر مدخلتش default بضعه الرسالة بقوله c out the result ممكن تقوله بقى please check operators و بعد كده بخرج من ايه الهدف من البرنامج اللي انا بضع له قيمة الرسالة اللي او ادخلها بخرج بقى من ال while بتاعتي بقوله c out c out c out a the result or equal or equal بتاقوال القيمة الموجودة فين في المتغير الاسمه result بس هو ده فكرة البرنامج تعالوا بقى نجرب مع بعض نفترض ان اليوزر ان هنا فوق يا جماعة حاضر 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 برجع انا شايف الكلام والله شايف الكلام كله هو المعرفش الشيط ما تقفلش ليه ديها واحدة بس طابعوا معايا بس فلان اقوله طابعوا معايا فلان اقوله طابعوا معايا فلان اقوله حالو وفي السكان السكند نومبر دخلت ناشر فهيبدأ هنا منспذ تشك على السويتش على الابريتور هل الابريتور اللي دخله علامته الجامع دخل علامته الجامع فهيروح حاطط في قيمة الريزلت هاي هياجمع الرقم الاول على الرقم التاني هياجمع الرقم الاول على الرقم التاني هل هاداخل العلامته فيهيتجآهل ويخرج من برنامج لان الكيس اللي عملها اتحققت حالو checked هنا في الاخر المقيمة الموجودة في المتغير كأنك ألا حزب بالظبط دخلت له عشر وزق الاثناشر راح تطبعت لك النتيجة طيب لو الوزر دخل عشرة والاوبريتور مينس ورح مدخل ايه ورح مدخل هنا ايه وليكون عشرة برضو فهنا نتشك على الابريتور نعمل سويتش على الابريتور هل هو دخل الابريتور اللي هو الخاص بالجمع لا ما دخلش الابريتور اللي هو خاص بالجمع فهي تجاهل الكيس دي طيب هو دخل الابريتور اللي هو الخاص بالطرح اه فدخل الابريتور اللي هو الخاص بالطرح فيطرح الرقمين من بعض ويروح راجع هنا ايه طبعا لنتيجة الرقمين طيب لو دخل الابريتور علامة الدرب نفس القصة مع الدرب والاسم طيب لو ما دخلش أي اوبريتور من الاربع دول ولا هو الجمع ولا طرح ولا اسم ولا فيه يروح عامل ايه بقى بيضع للرسالة الموجودة في الـ default اللي هو ايه Unvalid operator ايه؟ هاطئ انت دخلت اوبراتور غلط تمام؟ هي دي فكرة switch case انا وردو انا مش عاوز الناس يعني اللي مش تهم حاجة ميتعبش نفسه يعني ميتعبش نفسه هي دي كانت overview انا بس بفاهمت switch case بشكل عام وظيفتها ايه وضربت لك المثال الال حاجة ان شاء الله المرات الجاية هناخد حاجات كتير جدا يعني خاصة بالf switch عشان نقفل الشابتر الخاص بالايه؟ بالconditional structure بالconditional structure عشان نبدأ بالconditional structure والناس تبدأ ايه؟ تبدأ تدخل في الشغل ايه؟ اللي احتراف شوية نفتح بقى الشات ونشوف اللي عنده اي منحوزة يكتبها او 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 اللي او اللي تمام معايا اكتب واحد حاولنا نزوره على طول والله حاضر حاضر ان شاء الله النباح الدرس دا متسجل هقفو حاضر 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 هو break يعني يخرج تماما على فكرة همسجل يا جماعة بفيديوهين الفيديو اللي هانا عملت له render الفيديو الخاص بالدرس ده ممكن ارفعه مباشرة وفي فيديو تاني خاص بالأسئلة اللي فاتت هل عاوزين نرفع الفيديو الخاص بالأسئلة ولا بلاش؟ مالوش لازمة؟ لا لا ارفع لي انا ولا مرفعوش يعني استاذ ممكن تعمل لنا ازاي نعمل حساب قوة يعني اس اس الاس تبور يعني عاوزين تعملها كلوجيك ريادي ولا تستظيميها ك فيه فانكشن جهزة في أي لغة برمجة تقريبا اسمها بو دابيو بو مثلا تبور مثلا بتحطي الرقم ولا يكون ايه؟ والبار بتاعه ايه؟ ولا يكون اثنين كده معناها اني حطيلي ايه؟ جبلي جبلي ايه؟ جبلي القس التاني للمتغير رقم اثنين يعني جبلي الاثنين اثنين توتو يعني مثلا فيه عشرة عشرة توتو ايه؟ بيديكي رزلت بتاعي تاني ازاي مشتغلش؟ هادر ارفع حاضر يا عمان بطل لعب في شاشة عمان بطل لعب انا مشرح حاجة عمان اخر يوم تدريب لك يا عمان انا بمسح المربعات يعني تمسح المربعات وان بايع الشغل كده ابازل 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 حلقات للمحاضرين بليس عمان ب SEC انت ديفئت عمان اكpee ديفئت اسبị عمان سر smack يبقى ا Poke اثبت يorse أثبت يا عمدة أعليش العمدة نسمح لك خلاص مرة تانية يعني؟ خلاص ماشي مرة تانية إلا طيب يا جماعة دلوقتي في حتة مهمة أولا قبل مخرج عشان أنا كنت جاي من بره والله حتى لسه ما سبت الشنطة اللي ما سكها حسنا أنا دلوقتي عاوز أعرف إيه خلاص إحنا اتفقنا على المعاد يوم الجمعة الساعة 9 هو في حل دلوقتي أنا عارف الناس أما تسمع الفيديو الخاص بال تسمع الفيديوهين اللي أنا رفحهم تطبق الفيديو التسكي بتاع المرات المرة اللي فاتت والحلقة ديت والحلقة ديت اللي أنا شرحتها لكم ديت النهاردة اللي أنا مسجلها هتيجي لو أنا دخلت الجمعة الجاية هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه بالنسبة لكم أوفرلوت خالص فلو أدخل المحاضرة الجاية نتناقش بشكل عام وما سجلش حاجة كنا بيحاوز إني أسجل المحاضرة أوز إني أسجل المحاضرة أوز إني أسجل المحاضرة وي آه وندخل نتناقش فيه اللي فات فكرة حلوة أعمال فكرة حلوة طيب فحاول اسمع خلاص يبقى المحاضرة الجاية بتاعة يوم الخميس بتاعة يوم الجمعة الجاية اللي هو بعد بكرة ان شاء الله هنحاول نعمل ايه هنحاول نعمل حلقة هنحاول نعمل حلقة على ايه على نعمل فيها مراجعة ريفيجن كلا كاملة على الدروس اللي فاتت كلها خلاص وانا من هنا الجمعة ان شاء الله يعني حاول بس والله انا المشكلة عندي في الرندر وانا بقيت اعمل الفيديوهات HD علشان تشوفوها بطريقة كويسة معيني انا كنت بعمل WMV وبعمل زوم علشان الناس تشوف اللي أنا بابوية كان ما كانش بيخد من الوقت دلوقتي بقعد مثلا ساعتين ثلاثة او اربع خمس ساعات والله ما يكون الفيديو طويل علشان عمل رندر الفيديو ما هو لو مستنعمات كان بيسجل الفيديوهات وارفحها ما كانش حصل ده كله المحاضرة القادمة يوم الجمعة وقادمة الساعة التاسعة خلاص نتفق بقى كده يعني اللي موافع لكل محاضرة ده وراقشة على اللي فات يكتبوا واحد كده مش موانس حطب في الماء خلاص لا اعمل دعمات حبيبنا خلاص بقى المعادة الفيكسي بتاعنا اللي هنثبته عماد بقى وظيفته بقى دلوقتي اللي هو يروح ان شاء الله رب العالمين لإدارة الأكاديمية يبلغهم ان المعادة السابق بتاعنا الجمعة الساعة خلاص لا ازاي دي بتاعتك بقى انت الدعم الفني طيب خلاص انا يبلغه حدش قالك تعمل ازاي لا ماليش دعوه برده انت تعرفت لسه على الغرفة لا لانيش دعوه بقى انا دلوقتي يقولنا المعاد لو الناس دول دخلوا يوم الجمعة الجاية وملغوش محاضرة يبقى انت بسببك يا عماد يبقى انت كده تفشت الطلبة وتفشتنا خلاص انا اكلم انا اكلم الاكاديمية واشوف اكلم الاكاديمية واشوف ان شاء الله رب العالمين معهم وابلغهم انا ابلغ الأستاذ فضل اه طيب ماشي خلاص بلغ الأستاذ فاطمة دخلت الأستاذ فاطمة دخلت فين طيب احنا اتفاقنا ايه دلوقتي يا أستاذ فاطمة على ثلاث حاجات خلاص الاولى اللي احنا هنعلن ان شاء الله رب العالمين ان المحاضرة الجاية الموعيد السابتة عندنا يوم الجمعة الساعة 9 هنقش فيها ايه هنقش فيها الموضوعات اللي فاتت الثالثة اللي انا كنت اكلم انا الاكاديمية فكنت بهزر معماد اللي هو ايه اللي هو اكلمهم يعني فانت دخلتي فلو هتكلمهم يكون افضل وتبعتولنا اللي انكات وتبعتولي اللي انكات على الصفحة الخاصة تمام اللي حد يا جماعة عنده اي صفصار او اي حاجة ممكن الجمعة عشرة مساعم الخاص أستاذ فاطمة لا خلاص يا عمدة انت بالنسباني انت دلوقتي الدعم انت دلوقتي دعم تحت التدريب بقى فوق التدريب الاهم ايه تعمل الحاجات اللي مطلوبة وقال انت دخل لي كل محاضرة اعمال ايه لا التركي ان شفت قريطها بس انا كنت بتكلم بل الاستفسراتي ما بتبانش بتباني هو شكلها كده اللي هو الساعة عشرة فين الساعة عشرة فين تركي كنتب ايه في البداية انا اول مرة اتابع فاحاول اتابع الخمس ست فيديوهات اللي فاتوا سهل هل هو مطلوب تسكيلت في فيديوهات القديمة اعمل اخر 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 الفيديو التالت والرابع الفيديو الرابع والخامس بس مش عاوز منك غير كده تركي ان شاء الله برك الله فيك هندسة عماد انت راجل طيب دع عماد رباني برك في عمره رباني انا بلزر معك عمده رباني كرامك والله يا عماد دع عماد اهد اجمع عنده سفسر يعني الاول والالتاني ولا التالت اخر فيديوهين او الرابع والخامس لا الرابع والخامس تقريبا الرابع والخامس الله يكرمك طيب يعني الحلقة تمام في اي ملحوظات على الشرح ولا اي حاجة تكتب واحد كده طيب او لم امشي طيب سعيد والله بالمحاضرة معاكم وياريت الناس تيتم بس وتكتب التسقط انا تقريبا عندي اكتر من 14 رسالة او ل 15 رسالة ما تبعتهمش انا احاول ارد عليكم هشوفهم وكتبهم والناس ما تشغلش بالها بل انا مردتش عليها احاول انا ارد او بشمهندس تاني ارد عادي يعني ان شاء الله بشمهندس زميلي كده ارد 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 ويارد وانتابع معاكم ما حدش شئ لجي وحطنا ان شاء الله 4 عامين دلوقتي على كمان شواء يعني الفيديو والتاسك احاول احط تاسك البسيط كده الناس تعمله وحاول اعمل رندر للفيديو اللي انا كنت احلت فيه لأسئلة وارفع لكم الفيديو بتاع الأسئلة والفيديو بتاع الحلقة دي ماشي يلا سيبكم انا طيب السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورد